السلام عليكم وعلى ما عدنا كل اسبوع بفيديو جديد لتعليم الرسم تمنى من الناس اللي بيشاهدني الاول مرة تدعم موهبتي كل ما عليكم هتضغطوا على كلمة سابسكرايب اسفل فيديو الاشتراك في القناة وياريت تضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله النهاردة هنرسم بالقلم الفحم كل اللي احنا نحتاجه النهاردة هو قلم فحم وانحتاج اي قلم رصوص متوفر عندنا انا حبيت اعمل تنويع شوية في الرسم حبيت ان ادخل الوان خشب في اي لونين خشب موجودين متوفرين عمدكم تقدروا تستخدموهم او لو مش متوفرين خلاص مش مشكلة هنستخدم بس القلم الفحم واي قلم رصوص علشان نزود بس درجة الزل اللي موجودة معينا انا من الناس اللي بحب جدا درجة القلم الفحم ودرجة تعتميته قوي في الصورة بتدي شكل حلو قوي يلا بينا علشان نبدأ ده القلم اللي انا استخدمته النهاردة هو قلم فحم صيني هبتدي اضلل به اماكن الوجه هبتدي الاول احدد منطقة الحاجب الايمن طبعا لازم اكون رسم الرسمة الاول بالقلم الرصوص علشان احدد الشكل بتاعي وبعد كده ببتدي ارسم بالفحم علشان للأسف الغلطة اللي موجودة بالفحم صعب ان انا امحيها بالاستيكا او بمعنى صح لو انا مخفيفة ايدي قوي بالقلم الفحم مش هيقدر ان هو يسيب لي قصر والموضوع يكون بسيط ان انا لو مسحته بالاستيكا هيقدر يتعالج معي بعد كده ببتدي احدد منطقة العين طبعا زي ما احنا عارفين انا بخلي دايما منطقة العين ابرزها دايما في الاخر بعدها ببتدي ان انا اظل الخالص ببتدي ان انا اعيد عليها تاني واحددها اكتر نسبة للتصليل بالفحم في طريقة انا كنت متعاودة دايما نستخدمها معاكم وهي اني ارسم منطقة الشعر او منطقة الحاجب وابتدي استخدم اداة الدمج واوزع منها على منطقة البشرة وفي طريقة تانية هقولكم عليها ودي اللي انا استخدمتها في الفيديو ده بالنسبة للطريقة التانية اللي قلتلكم عليها النهاردة اه وانا ببري القلم الفحم ابتدى يطلع معايا فحم مطحون في البرية الفحم ده انا ابتدي ان انا استخدمه وظلل باماكن الوجه زي ما انتو شايفين كده ببتدي احدد اماكن الظل اللي موجودة في الوجه طبعا الطريقة اللي انا استخدمتها داية بديلة لبودرة الفحم طبعا بودرة الفحم متوفرة بس مش في كل المكتبات اه فلو لقيتو صعوبة شوية انتو اه تجدوها زي ما انا برضو لقيت صعوبة ان انا اجدها فبقيت ان انا استخدم حاجة بديلة لها وتديني نفس الجودة في الرسم مان انتو عارفين انا بحب دايما اعمل ريميكس بين الادوات مش علشان برسم بالفحم يبقى كل الرسم بتاعي بالفحم بعد كده ابتدي احدد الخد الايما وبتدي ابريزه اكتر من خلال التظليل كده ببتدي اظلل منطقة الخد الايسر وابتدي اوضح اماكن الزل واماكن الاضاءة اللي موجودة عندي طبعا زي ما احنا عارفين اكيد الالم الرصاص بيختلف عن الالم الفحم الالم الرصاص سهل ان انت تظلل به وتبتدي تستخدم اداة الدمج وتبتدي ان انت تدمج الدرجات مع بعضها علشان تبتدي تتضح معاك بالنسبة لالم الفحم صعب ان انت تستخدمه على طول كده علشان يديك الشكل اللي انت عايزه فيه الزل فبتحتاج ان انت تاخد بودرة الفحم نفسها علشان تديك شكل الزل اللي انت بتحتاجه بعد كده ببتدي احدد منطقة الفم وابتدي ان انا استخدم الالم الفحم علشان احدد منطقة منتصف الفم وبعد كده باستخدم الالم الرصاص وحدد منطقة الشفيف بعد كده ببتدي استخدم اداة الدمج وابتدي اخلط الدرجات عندي مع بعضها فبتدي اشوفي الاماكن اللي محتاجة تكون اغمى شوية والاماكن اللي محتاجة تكون افتح شوية طبعا زي ما احنا عارفين علشان افتح المكان يبقى معنا كده ان انا هستخدم الاستيكة علشان افتح مكان الزل اللي انا محتاجه وعلشان اغمى المكان اكتر ببتدي أديله درجة أغمق شوية علشان يبتدي يتضح معي وابتدي أخلطها مع بعضها طبعاً أنا مش هشتغل عليها دلوقتي أنا أسيبها شوية وابتدي أحدد بقية أماكن الجسم اللي موجودة عندي وأماكن اتجاه الشعر ومنطقة الأزن بالنسبة لمرحلة الشعر بتتطلب مني أني قابري القلم علشان يكون سنه رفيع ويقدر يديني شعيرات الرفيع وابتدي أشوف اتجاه الشعر وابتدي أمشي على نفس الاتجاه كل شعر ليه بداية وليه نهاية البداية بتاعته لايه الجزور والنهاية بتاعته لايه الأطراف وبتختلف حسب طريقة الشعر نفسه أو التمويج بتاعته بيبقى جاي منين فبحاول أنا أراعي اتجاه الشعر علشان يبان عندي طبيعي طبعاً بعد بابنتهي ببتدي أن أنا أدمج كل الحاجات دي بقيت الدمج وبعد كده برجع أعيد عليها بالقلم الفحم علشان تتضح معي أكتر ولو حبيت أن أنا أستغنم الأسديكة علشان أوضح أماكن الإضاءة هيكون عامل مهم جداً معي في الرسم دي كده ابتديت أن أنا أستخدم الألم الفحمه وبتديت أن أنا أعيد على الشكل بتاعي تاني علشان يبتدي يتضح معي زي ما قلت لكم قبل كده الفينيش الأخير ده عامل أساسي في الرسم بحاول أنا أوضح شكل الشعيرات الخارجية اللي خارجة من الشعر كأن شعر مقصف كده يبقى أبين آآ ده ببتدي أن أنا أبينه طبعاً لازم يكون برية الألم كويس قوي علشان يديني الشعر خفيف قوي دوت آآ وابتدي أن أنا أحدد الأماكن الغمقة اللي موجودة عندي في الصورة والأماكن الإضاءة اللي موجودة عندي في الصورة بعد كده هبتدي أستخدم أداة الدمج وابتدي آآ أدمج شكل الشعر مع بعضه وبعد كده هبتدي أستخدم الأستيكة آآ وابتدي أن أنا أوضح أماكن الإضاءة اللي موجودة عندي في الصورة حبيت أضيف للرسم بتاعي حاجة جديدة وحبيت أن أنا أدخل الألوان الخشب معيها آآ دخلت درجة الأصفر ودخلت درجة اللبني ودخلت درجة الأغضر آآ يعني نوع كده من التغيير شكل النهائي للرسم بتاعي بعد ما استخدمت الألوان الخشب وبتايت أن أنا أستخدم الأستيكة وديها درجة إضاءة آآ طبعا الألوان الرفسفورية هيكون شكلها أوضح وأحسن بس أنا حبيت أن أستخدم بديل لها النهاردة آآ وإن شاء الله الإسبوع اللي جاي أو الأيام اللي جاي هنبتزي إن إحنا هنستخدم الألوان الرفسفورية وهنشوف نتيجتها إيه في الرسم أتمنى الفيديو النهاردة يكوننا لإعجابكم ويريد تبدو ترسموه وتجربوه وتقولو لي عملتو إيه بدأ أكون انتعيد من شرح الفيديو النهاردة بس إن شاء الله الإسبوع اللي جاي استنوني بفيديو جديد لتعليم الرسم وما تنسوش نعوه موهبتي كل ما عليكم هتضغطوا على كلمة سابسكرايب أسفل فيديو لاشتراك في القناة ويريد تضغطوا على الجرس ولايك لو عجبكم الفيديو وشي لو حابين تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم شيرين صلاح